موسيقى فاطمة الباحي ممثلة مصرح أقرأ لكم من رواية دونكي خوتي هذه الأسطور وفي كلمة قاطعة عبأ نفسه في قراءته تعبئة حتى كانت تمر عليه لياليه من الصباح حتى الصباح وأيامه من الغسق إلى الشفق دون توقف عن القراءة وهكذا من قلة النوم وكثرة القراءة جف منه المخ حتى إنه مضي يفقد التنميز وامتلأ بفانتازيا كل ما كان يقرأ في الكتب من سحر المشاجرات والمعارك والمبارزات والجروح والمغازلات وقصة الغرام والعواصف والهديان المستحيل بهذه الطريقة استقر في خياله أن حقيقة كل تلك الآلة لهذه الطنطنة التي هي من صنع الأحلام وهذا اللون من مخترعات ما يقرأ حتى إنه بالنسبة له لم تكن هناك تواريخ أكثر يقينا في العالم إلا ما يقرأ في تلك الكتب وكان يقول إن السيد رويدياس كان فارسا ممتازا ولكنه لم يبلغ مرتبة الفارسي للسيف المحمس الذي بضربة واحدة شطر ماردين متوحشين في غول وكان هواه مع برناردو ديل كاركيو لأنه في روسينفال قتل رودان المسحور كما قدر صنعته رقل عندما خنق أنتو ابن الإلهة الأرض بين ذراعي وكان يتحدث عن محاسن المارد مورجانتي ترجمة نانسي قنقر